نفس الخبر الثاني أو الخبر الثاني اللي في نفس الاتجاه وهو لأصحاب الهمم فرعنة الريشة لذوي القدرات الخاصة ياسرون اوغندا للمشاركة في بطولة افريقيا البارح وسط بأسة منتخبنا الوطن الريشة الطائرة ولذوي القدرات الخاصة الى اوغندا للمشاركة في بطولة افريقيا اللي تتلاقي في الفترة من 20-24 سبتمبر اللي احنا فيه منتخبنا بيضموا في صفوفوا عشر لعيبة وهما شيماء سامي ياسمين عيسى محمد رشاد عمر جابر شيرين عادل مونافارس محمد شعبان أحمد مجدي الدكروري وليد عبدالغني وجون خالد منتخبنا بيدربوا زكريا عبدالقادر المدير الفني المنتخب ومع كابتن شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري كرئيس للبئثة ومن أيام كانت شيماء سامي وياسمين عيسى لعيبة منتخبنا حققوا خمس مديليات في بطولة اوغندا الدولية والتي تلعبت في فترة من 13-18 سبتمبر اللي احنا فيه شيماء كانت حقق ترت مديليات دهب أما ياسمين في حقق الدهبية وبرونزية طبعا زي ما قلت لحضراتكم خبرين لزاوي الهمم وده زي ما قلت لحضراتكم بيمشي مع سياسة الدولة المصرية في الاهتمام كل الدعاء وكل التمنيات بالتوفيق لفرقنا أصحاب الهمم هنروح للعبة الجولف اه فيه جولف في مصر ولينا منتخب مصر كمان ولعبة يعني الحقيقة بتنتشر بشكل جديد كبير وجديد يمكن عايز اقولكم ان احنا عندنا بلعب جولف كبيرة في مصر كتير مش قليلة وخاصة في الجونة كمان وده أكبر سبب او أكبر دليل ان بطولة افريقيا هتتلعب في الجونة ومصر مشاركة فيها بإذن الله